يذكر أن مصر ترتبط مع أدربيجان بعلاقات وثيقة وروابط ثقافية وقيم مشتركة هذا وقد بدأ التمثيل الدبلوماسي بين القاهرة وبعكم منذ عام 1992 تاريخ من العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وأدربيجان حيث الروابط الثقافية المشتركة والعدات والتقاريد المتقاربة بين شعبي البلدين وازدادت تلك العلاقات عمقا خلال الآونة الأخيرة حيث الزيارات المتبادلة والصداقة والأخوة التي تجمع بين قيادتي البلدين حيث بعثت الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باكو في السابع والعشرين من يناير عام 2023 بعثت رسالة سياسية مهمة مفادها حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وتقوم العلاقات المصرية الأذربيجانية على أساس قوي من التماثل والتقارب حيث كانت مصر في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان في ديسمبر عام 1991 وتبادل البلدان التمثيل الدبلوماسي عام 1992 وبعد جولات من المشاورات السياسية بين البلدين شهدت العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة حالة زخم وحراك لتعكس ما تتمتع به العلاقات الممتدة بين القاهرة وباكو من متانة وتميز غير مسبوق انتدادا للعلاقات الودية الطيبة على المستويين الرسمي والشعبي وما تمثله من قاعدة راسخة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي هذا الإطار شهدت العقود الثلاثة الماضية تقاربا مستمرا وتعاونا دائما بين البلدين يعزز تلك التفاهمات السياسية حيال العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك كما أن التعاون الثنائي شهد العديد من الإنجازات الهامة عكسه مستوى التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية وخاصة في منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز إذن على كفة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والسياحية تجمع مصر وأذربيجان علاقات تعاون قوية ومستمرة لتنتظر مستقبلا واعدا وأفاقا أرحب